حرب السيطرة والنفوذ محتدمة في أرخبيل سقطراء المحافظة التي ترفض الإمارات أن تقتنع أنها جزء من اليمن بل وأجمل ما فيه جمال الجزيرة وطبيعتها الساحرة وموقعها الاستراتيجي المطل على المحيط الهندي وغير ذلك من المقومات جعلت أبو ظبي تدخل في تحدي خاسر مع التاريخ والجغرافية والأعراف والنظم الدولية بل ذهبت الإمارات على لسان شيخها محمد بن زايد إلى نعة الرئيس هادي بالغدار والخائن وفقا لمصادر مقربة من الرئاسة اليمنية لأنه لم يوافق على وضع الجزيرة تحت تصرف أبو ظبي عقاب الإمارات للرئيس هادي وصل حد احتجازه في الرياض ومنعه من العودة إلى البلاد الممزق كيانها بين الحوثيين والتحالف استخدمت أبو ظبي كل الوسائل الممكنة للسيطرة على الجزيرة سواء العسكرية منها أو الناعمة وبعد أن فشل خيارها العسكر عبر مجنديها الذين طردوا لجأت إلى استخدام المجلس الانتقالي والميليشيا العسكرية التي أنشأتها ومولتها لتنفيذ مخططاتها في سقطرة وفي اليمن منذ أيام والجزيرة الهادئة والآمنة في حرب كر وفر بين ميليشيا الانتقال وقوات الشرعية اليمنية بقيادة المحافظ رمز محروس نحن خلال خمس دقائق بعد المسيرة التي أدعى أنهم يعملوها مظاهرة سلمية للمطالبة بأشياء وهمية قاموا باكتحام المحافظة ولكننا رضطردناهم خلال خمس دقائق من دخولهم للمحافظة وحتجزنا منهم أكثر من خمس وعشرين شخص داخل المحافظة يقاوم اليمن الأطماع الإماراتية وهو مكبل بالدور السعودي الذي من الواضح أنه مشترك مع الدور الإماراتي في لعبة تبادل الأدوار أحدهم يجرح والآخر يطبب لكن لعبة كهذه ما عادت تنطل على اليمنيين الذين تجرعوا من مر التحالف وسوئنيته مثل ما تجرعوا من علقم الميليشيا وربما أكثر